بنت خلته كمان بتتجاوز معاه في التعامل وممكن للاقي كمان أصدقاء أو صديقات للزوجين مش بيراعوا الأصول الزوجية اللي من الأصول الزوجية هو إيه؟ إن الزوج ما بقاش دلوقتي شخص عازب لا ده شخص متجاوز ده شخص ده بقت بناءات ما متجاوزة فيتجاوز الأصدقاء في الهزار أنا طبعا عندي تعليق على مسألة الهزار بس هو يتجاوز في الهزار في التعامل بشكل عام مع الزوجين ويتدخلوا في حياته بشكل مبالغ فيه فهشعر الزوج أو الزوجة إنه مش متجاوز الشخص ده بس ده متجاوزه هو وصديقه وهو متجاوزها هي وصديقة ومتجاوزها وهو وصديقاته حاجة غريبة جدا 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 كفيلة بإن تخلي كل واحد فيه مش قاعد مرتاح فمن الأشياء دي مثلا في نظر زوجته مثلا إنه هو يقعد مع أصحابه وإنهم بيهزروا معاها هزار فيه تجاوز برضو هي ما بتبقاش قبل الموقف ده فموقف لصديقه لازم يحط حد مع صديقه عشان يقدر يمشي مع ده الموقف دي كلها بتعكر الحاجة الزوجية وعشان كده الزوج في بعض الأحيين لما بيلاقي صديقة لزوجته بتتعامل معاه بأريحية يعني بتتجاوز معاه وبتهزر معاه وممكن تقوله دلع تناديله باسم دلع ولا حاجة وبشكل زايد بيخاف على زوجته منها لأنه بيحس إن هي مش بتلتزم بحدود التعاون مع الرجال فيخاف على زوجته إن هي زي ما بيقوله كده تتعدي منها لأنها مش بتتعامل بحدود مع الرجال فبيخاف إن هي تتأثر زوجته تتأثر بيها وتبقى زيها وكمان من الحاجات اللي بتعكر للحياة الزوجية واللي بتقلي الزوج جدا إنه يرجع البيت مثلا فيتفاجأ بصديقة زوجته اللي هو قلقان من أخلاقها عندهم في البيت ويكون هو مش على علم بالزيارة دي لأنه بيزيد من شكوكه وقلقه على زوجته وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا يبقى عندنا أداب لما نيجي ندخل البيوت يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا يا سادة تعالي بس أقول لكم حاجة قال تستأنسوا يعني تبقى زيارتك وانت رايح البيت ده تسبب أنس ما تسببش إزعاج فأنت لازم تستأذن نعم بعض المفسرين قالوا حتى تستأذنوا لكن كمان إختيار لفظ الاستئناس إن إنت لما تيجي تدخل البيت الناس تحس بأنس تحس بعكرة وتحس بضيق وتحس بأشياء ممكن تأسيها فالاستئذان من أداب دخول البيوت فما يصحش تزور ناس بدون ما يسمحوا لك بالزيارة ولازم لما أكون أنا عارف إن في زوج ما بيقبنيش هي لازم تكون عندها هذا الأمر إن هي ما تشعلش البيت ولزيك لازم نعرف إن بعد الجواز لابد إن الزوجين ينتبهوا جدا لمعاملاتهم على الأشخاص المعكرين دول وما يسمحوش لأي حد يدخل بيتهم ويعرف أسرارهم ودي في عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا إن احنا نخلينا هديين ويخلي البيت فيه أنس ويخلي البيت فيه سلام لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخولها على النساء فقال الرجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو اللي هو قريب الزوجة قريب الزوجة قالي الحمو الموت ليه بقى؟ عشان اللي إحنا قعدنا نتكلم عليه ده إنه هو التعكير للحياة الزوجية فالحمو اللي هو قريب الزوج أو الزوجة إيه اللي بيحصل؟ ممكن يتسبب في تعكير للحياة الزوجية ساعات كمان التعكير بييجي من جهة الحموات لأنه في أوقات كتيرة بيتسببوا في تعكير الحياة لما يفضلوا يقارنوا للأسف فإن الخطيب السابق أو المرشح السابق للخطبة ويعمل إيه؟ مرشح السابق للخطبة وبين إيه؟ الزوج الحالي فتقول له يعني ما كنتيش خدتي فلان ده فلان ده كان رجل ابن حلال ولطيف كده وجميل وكلامه وياه يرد الروح مش جوزك اللي ما بيطلعش منه ولا كلمة يمدحني فيها فمثلا كمان ممكن تقول بنتها قصاد جوزة مش كنت خالتي ابن خالتك اللي بيحبك أو ابن خالك اللي كان مرتاح ومريش ومعه فلوس وكذلك أم الزوج ممكن تقول له قدام زوجته كمالها بنت خالتك أهمننا وعلينا بدل الغريبة فإن لي حاصل بدل الغريبة وكان يبقى لي عندك ولد من زمانك دلوقتي كان معاك ولد ولا ابن ولا حفيد عندك دلوقتي عندي وفرحانة بي مش زوجتك اللي قاعدة تقول لك أنا مش عايزة أخلف دلوقتي تقول كده قدام الزوجة وتكسر بخطرها مع إن الله سبحانه وتعقال وقول له للناس حسنة مع إن ده ما ينتناسبش خالص مع إن الناس لازم تحافظ على ذات البين وعشان كده لابد يكون في حدود واضحة للزوجين في التعامل مع المعكرين ومنها إن أول حاجة محتاجين جلسة في بداية الزواج لمعرفة المعكرين لازم في بداية الجواس كده ده أول خطوة في الإجراءات النهاردة نكون محددين من المعكرين ونتحدد إحنا نتعامل معهم إزاي لإن لو محددناش هنتعامل مع المعكرين دول إزاي ومش لازم نسميهم معكرين فاكرين الستة لما قالت سألت شراح القاضي اللي هي زي نبزوجة شراح القاضي اللي كنا ذكرنا قصتها قالت له